حوادث القطارات وما يعقبها من إقالات لرؤساء هيئة سكاك حديد مصر عرض مستمر فالشبكة المتهلكة باعتراف المسؤولين وأنظمة التحكم القديمة التي تجاوزها الزمن تواصل إخراج القطارات عن مسارتها وإحداث تصادمات تتسبب في حصد أرواح المزيد من الركاب دائماً أي قطاع قديم بيعاني من مشاكل بسبب تراكم المشاكل اللي فيه وخاصة في ظل الغياب خطف الصيانة والتمويل والتتابع في عمل الصيانة الدورية والجسيمة على قطاع السكة مما أدى إلى انهيار هذا القطاع باختصار يعني المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الوزارة المعنية وهي وزارة النقل هي موضوع خطط التمويل معنى أن أنت عندك مشكلة في التمويل أنك لازم تفكر في وسائل بديلة الوسائل البديلة دي بتشمل ما يليه إما أنك تدخل القطاع الخاص بنظام الـ BBB أو إما أنك تدخل نظام القروض طويلة الأمد بنظام ABC Plus Finance ويبقى هم استعملوا هذا النظام مؤخراً في محطات الطاقة اللي تم افتتاحها منذ أيام وإحنا فعلاً عندنا مشكلة في كل حاجة عندنا مشكلة في العربات وعندنا مشكلة في القطبان وعندنا مشكلة في الوحدات اللي بتعمل بالديزل اللي احنا هزين نحولها للقهرباء عندنا مشاكل كتير جداً محتاجة يحصل فيها تطوير وتطوير مفاجئ ولكن أنا رأيي أنا أن التطوير الأساسي يبدأ من القنترول أن حضرك تعمل اللي هو نظام المراقبة على السكة الحديد بطريقة آمنة تنقل شبكة القطارات التي بدأت العمل عام 1854 ما يقرب من مليون ونصف المليون راكب يومياً غالبياتهم من الفقراء ومحدود الدخل السكة الحديد أسرع فهم إذا حضرتك وبتنجز في الوقت لكن بالنسبة للمواصلات ماشي أول حاجة تبقى الأسعار الغالية في المواصلات والطور طبعاً بتضمنش وكل حاجة بتاعت ربنا بس لازم يكون فيها الطور أحسن للسكة الحديد قطر حلوة يعني مش وهش بس هي عاوزة سيانة يعني هي عاوزة سيانة لكن القطر سريع وفي نفس الوقت بنكسب وقت يعني حتى لو مسافرين وكده القطر سريع غير المواصلات السكة الحديد طبعاً عايزة تطوير شامل علشان خطر الحوادث اللي بتحصل والكلام من دوات الأطرات العادية الخدمة فيها ضعيفة وهو كل اللي فيها الميزة بتاعتها ان هي خط سير واحد وكده ما فيش مرور ولا شوارع ولا الحوار ده يعني إنما الأطرات المكيفة بتبع الخدمة فيها يعني عالية شوية لحد ما بصراحة يعني الأطرات مش كويسة لو عملنا فيها شوية تطرورات يعني كده وعملنا فيها شوية تحديثات وخلناها إلكترونية أتبعها بجد كويسة يعني أتبعها مريحة غلاء البنزين عدة مرات ومضاعفة أسعار مختلف وسائل النقل والمواصلات لم تترك للبسطاء خيارا أو وسيلة أخرى للسفر سوى القطارات التي تنتظر أن يافي المسؤولون بوعود التطوير والتحديث كي تنطلق من محطة الإهمال التي انتظرت فيها طويلا من القاهرة هاشم الناع اليوم على الحرب